بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرضنا في الحلقة السابقة الأساس الأول من أسس التشريع الإسلامي وهو أساس رفع الحرج وإزالة المشقة في كل التكاليف الإسلامية عبادة ومعاملة ونعرض اليوم لبعض مظاهر هذا الأساس ولتجلياته التي انعكست في قواعد كلية تؤكد على أصالة مبدأ رفع الحرج وتغلغله في كل تشريع من تشريعات القرآن من هذه القواعد الكلية التي تدور مع هذا الأساس قاعدة المشقة تجلب التيسير ويضرب الفقهاء لها مثلا فريضة الصلاة التي يجب على المسلم أن يؤديها وهو قائم حيث لا توجد مشقة في ذلك لكن يرخص له أن يؤديها وهو جالس أو متكأ أو نائم إذا كان مريضا أو متعبا تعبا مرهقا يشق معه أداء الصلاة من قيام والشيء نفسه يقال في فريضة الصوم حيث يباح الفطر في حالات المشقة الشديدة مثل حالة المسافر والمريض والحامل في قوله تعالى في صوم رمضان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ثم قال يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر وكذلك الميتة التي حرم القرآن أكلها على المسلم أباحها له في حالة الاضطرار كالجوع المفضي للمرض أو الهلاك وكذلك فريضة الوضوء المأمور بها أمرا صريحا في القرآن يجوز للمسلم أن ينتقل عنها إلى بديل أسهل وأيسر وهو بديل التيمم وذلك في حال فقدان الماء أو وجوده ولكن يخشى من استعماله ضرر أو أذى بمعنى آخر أنني إذا كنت أخاف من استعمال الماء أن أمرض أو لدي مرض ولكن إذا استعملت الماء في الوضوء قد يزداد هذا المرض في هذه الحالة عندي رخصة أن أنتقل من فرض الوضوء إلى فرض التيمم والتيمم كما هو معروف وأمر سهل ويسير جدا وهو أن يضرب المصلي المريض بيديه على حجر أو على حائط من حجر ويمسح وجهه ثم يضرب ضربة أخرى يمسح بها زراعي تمسح كل ذراع الأخرى ويقيم الصلاة هذه رخصة خفيفة وسهلة وميسورة ولا تعرض الإنسان إلى كشف رأسه إذا كان مريضا أو إلى آخره وقد أحصل فقهاء وجوه التخفيف وتطبيقاته وآثاره ووصلوا أو رصدوا في هذا المجال أنواع عدة منها إسقاط العبادة مع وجود العذر مثل الحج عند فقد الأمن ونحن نعلم أن شرط الحج الأمن أولا الأمن في الطريق الأمن على الصحة الأمن على المال ثانيا وجود المال ومن هنا الذين يقترضون ويكلفون أنفسهم لأداء فريدة الحج ترجمة نانسي قنقر